ترجمة نانسي قنقر إذن بعدها نتهينا من جمع الصور الضرورية لوجهة الموقع الآن سنقوم بتقسيم الموقع ومحاولة ترجمة مثلاً عملية تقسيم هي ضرورية لتسهيل إدخال تغييرات CSS الآن الموقع يتكون من Header يضم Logo و Navigation ومنطقة ثمها Hero Call to Action منطقة زرين وصورة كمبيوتر ثم Body Content Sidebar يضم Widgets ثم Secondary Call to Action لمنطقة تضم Email Full ثم Footer من أول حاجة نتجي إلى محرر الكود ثم نخبر متصفحة ستعمل HTML5 هدا HTML أول element HTML سيكون HTML المحرر الكود ثم نقوم بإمكان المحرر الكود المحرر الكود يضم بعض المنوات الضرورية المتصفح نسمي نافذة الموقع ثم نضع Meta حسب لغة 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 الأسفة لغة 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 التكسط هدا تحديد ضرورية لبعض متصفحة شعر ثم نغلق نتجه إلى بادي بادي يضم هيدر نعود إلى الواي فرين نضم هيدر هيدر تسهيل العملية تصبر يضم أيضا الهيرو والكولتو أكشن نضع سأضع هيدر من أشتهم الفعل في قبل هيدر هيدر سيضم كونتينر كونتينر نفتح ديف ديف كونتينر من الضروري إضافة بعض التعليقات نضع نضع التعليق التعليقات لا تؤثر على شكل الموقع فقط لتذكر بعد المعلومات ثم كونتينر 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 يضم رابط اللوغو ونافجيشن الآن سنعد من بعد الهيدر التعليقات الثانية هي هيرو اذا سنضيف منتقال أعطفنا منتقال هيرو الآن سنضيف كلاس مسمي هيرو ديف لد اه اتهئ لد ديف اتهئ نسترح انended ومسها ومسها مساهة إذا فقط داخل هيرو سنضيف ديف class container داخل container نضيف ديف آخر class إذن أضع هيرو تائتل هيرو تائتل ثم ديف 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 لي call to action ديف call to action حتي تسمية اعتباطية لدي نستطيع اي تسمية مهم تسهيل العمل لان نحتاجها تسمية عند إدخال تغيير استئاس نستطيع اي تسمية وضع id class container هنا سأضع id id call to action ما نقوله الان هو تقسيم الموقع نقسم الموقع على اقسام وضع نضيف تعليق and call to action and container وضع اخرا and here or title and container and hero and انا نضغط هنا من header and نتجيه ال منتجه الى منطقة content content هذي من اسفل نفتح div نسمي div نسمي نقطي content content اي دان class ممكن اي دان class container اي دان اشتعمل five يمكن استعمل element section حواض ضيف عند ضرورة رطي colon content لان لازينا اه نضيف نضيف تعليق and colon content content and تجيه sidebar نفس الشيء في اشتعمل five لدينا element aside يشير الى sidebar حوض ضد div اذا في sidebar نفتح div نسمي نضيف class widget ونضيف عليك نتذكر انا لدي نهاية widget and widget ونفتح اخر للوجه الثاني لازرار شبهة الاجتماعية نضيف class div class ايقا الوجت ونفتح الاخر and and widget وانتهينا من sidebar بتحميل elements aside الان قصد منطقة سنسميها secondary call to action ثم اذا اسفل نضيف اول انت عليق هنا and اسفل نفتح div ونضيف نضيف نضيف id secondary call to action نضيف لربح الوقت ونضيف نضيف ونطقة ام انت مطادق 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 ما تفتعلها. and then وصلنا الى اخر element. ده ورطة بالتحادة الفورتر. الفورتر نسترقى. دمدف. تدف. ده ورطة. مرحاق نقوم بتقسيم الموقع نقوم بتقسيم الموقع الضخط عنها نقوم بتقسيم الموقع هيد تاتل البي كنتينر ثم منطقة سكشن ثم مطابقة تماما لتسميم باستي. اذا في حلقة مقبلة سنقوم بتكويت كل ايلمنت حتى نحصل على نسخة مطابقة باستي